اجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دالنهيان ولعهد ابو ظبي نائب القائد لعلان القوات المسلحة محادثات مع رئيس وزارة جمهورية الهند الصديقة معالي ناري ناندرامودي تناولت علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وعدد من القضايا القيمية والدولية ذات الهمية المشتركة ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دالنهيان بضيف البلاد برئيس وزارة الهند والوفد المرافق له خلال اللقاء الذي عقد اليوم بينهما في ابو ظبي معربا سمو عن سعادته بهذه الزيارة التي تهتي في اطار العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة والتي اسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان الهيان طيب الله ثراه على قاعدة ثقة المتبادلة والصداقة المتينة والمصالح المشتركة والتي سمحت بدورها بارساء قواعد شراكة قوية بين البلدين الصديقين وقال سموه ان دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ ليف بن زايد دالنهيان رئيس الدولة حافظه الله تحافظ على هذا النهج وتعززه بعلاقات متميزة ومتنوعة تخدم القطاعات الاقتصادية والتنموية والتجارية والثقافية والسياسية كافة واعكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دالنهيان حرص دولة الامارات العربية المتحدة على تعزيز افاق التعاون المشترك مع جمهورية الهند الصديقة في مختلف المجالات لما للهند من مكانة ودور هام على الساحة الدولية وما تتمتع به من تطور في المجال الصناعي والتقني وعضف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دالنهيان ان اهتمامكم بزيارة دولة الامارات هي تعبير صادق عن ما يجمع بلدينا من واصر الصداقة والتعاون الثنائي المثمر والرؤية المشتركة بشان العديد من القضايا الاقليمية والدولية ونحن نبادلكم هذا الاهتمام لما تتمتع به بلادكم من موقع مهم في السياسة الدولية والنمو الاقتصادي العالمي كما اكد سموه ان للهند دورها الاساسي وفعليتها الدائمة على مجمل القضايا الدولية واعرب عن تطنعه لمواصلة الهند دورها مع المجتمع الدولي لحل العديد من القضايا ذات الهمية لامن واستقرار وتنمية المنطقة وعشاد ولي عهد ابو ظبي بدور الجالية الهندية ومساهمتها في تنمية قطاعات عديدة في الدولة وهو ما نكن له كل تقدير مشيرا الى اسهاماتها المهمة في مسيرة البناء والتطور الذي تشهده الامارات وتعد امتدادا لعلاقات قديمة بين شبه القارة الهندية والخليج العربية موسيقى موسيقى